بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة اليوم مدت هنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1443 للهجرة معكم المعلمة عهود مطيري عنوان درس اليوم هو الزكاة في الإسلام قبل البدء بأي درس تعليمي من دروسنا من خلال قنوات البث التلفزيونية قناة عين التعليمية هناك تعليمات يجب أن أتبعها لكي أستفيد من درسي أولا أحرص دائما على اختيار المكان الهادئ المناسب البعيد عن الضجيج معرفة جدول دروسي التعليمية متى تبدأ ومتى تنتهي أحرص دائما على إحضار أدوات المدرسية من الكتاب والقلب سوف أحتاجه في درس اليوم يجب علي اليوم إحضار كتاب المدرسي وأقلامي كاملة وألواني كاملة أستمع إلى شرح المعلم أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المحدد أطلب من أولياء الأمور متابعة أبنائنا وبناتنا أثناء مشاهدتهم للدروس التعليمية ومن أجل المساعدة والتوجيه عنوان درسنا اليوم هو الزكاة في الإسلام الأهداف التي أسعى لتحقيقها دائما في نهاية كل درس أولا يذكر الطالب والطالبة منزلة الزكاة في الإسلام الركن الثالث من أركان الإسلام اثنان يعرف الطالب والطالبة مفهوم الزكاة وحكمها مفهوم الزكاة وحكمها ثلاثة يذكر الطالب والطالبة الغاية من الزكاة في الإسلام أربعة يذكر الطالب والطالبة من هم المستحقين للزكاة الآن أريد أن أسترجع معنا معكم أركان الإسلام الخمسة بني الإسلام على خمسة أركان ما هذه الأركان أولا الشهادتين وهو النطق وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة ثلاثة الزكاة أربعة أصوب رمضان خمسة حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيله ما هو الركن الثالث من أركان الإسلام ما اسم الركن الثالث من أركان الإسلام مشاهد ممتاز وماذا هو الزكاة وضعت تحتها خط الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وهو ماذا؟ الزكاة وهو عنوان درسي لهذا اليوم الأموال التي تجب فيها الزكاة كما تعلمتها سابقا ما هي الأموال التي تجب بها الزكاة؟ الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار بهيمة الأنعام وهي ثلاثة الإبل البقر الغنم الذهب والفضة والأوراق النقدية وآخر شيء عندي ما هو عروض التجارة عروض التجارة الآن أريد أن أختار الإجابة الصحيحة هي حق معلوم أوجبه الله تعالى في المال الذي بلغ النصاب بلغ المقدار الشرعي وحال عليه الحول لطائفة مخصوصة ما هذا التعريف؟ هل هو الصوم؟ أم الزكاة؟ أختار البطاقة التي تحمل التعريف الموجود أمامي أحسنتم الزكاة ما هي الزكاة؟ هي حق معلوم أوجبه الله تعالى في المال الذي بلغ النصاب ما معنى بلغ النصاب؟ بلغ المقدار أو الحق الشرعي في هذا المال وحال عليه الحول مرت عليه سنة قمرية كاملة لطائفة مخصوصة كما أمرها الله في كتابه الحكيم الآن أريد أن أعرف شروط الزكاة ما هي الشروط الواجبة في الزكاة؟ أول شرط هو الإسلام تجب الزكاة على من؟ على كل مسلم اثنين امتلاك النصاب أيضا تجب الزكاة على كل مسلم امتلك النصاب امتلك النصاب في الأموال التي ذكرتها قبل قليل وكان الملك أو المال هو التام هو الملك لهذا المال يعني يملك هذا المال هو وحده يجب على المال الذي يتواجد مع المسلم أن يملكه وحده يجب أيضا على الزكاة مرور سنة هجرية كاملة إلا الخارج من الأرض كما تعرفت عليه الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة إذا نضج الثمر هذه هي الشروط الواجبة لكي يؤدي المسلم ماذا؟ الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة الآن أريد أن أعرف الغاية من الزكاة في الإسلام الله شرع الزكاة للمجتمع وأيضا للفرد لما لها من فوائد عظيمة والفوائد العظيمة التي تعود على المجتمع من الزكاة أولا هي المودة والتكافل بين أفراد المجتمع يصبح المجتمع يد واحدة اثنان المحافظة على المجتمع من السلوكيات الخاطئة كالسرقة والجريمة لأن دفع الزكاة من الغني للفقير ماذا يقلل من هذه السلوكيات في المجتمع هذه هي فائدة الزكاة للمجتمع الإسلامي أما فائدة الزكاة لصاحب المال ما هي تزكية ماله ماله ماذا يزكي وينميه الله سبحانه وتعالى وضع الحكمة من الزكاة لصاحب المال أنه تزكية لماله وتطهير لماله ولكي ينمو هذا المال وأيضا تطهير للنفوس من البخل ومن الشح أتى الإسلام لي يربي المجتمع ويربي الفرد بالأخلاق الجميلة ومن همها ماذا الزكاة الزكاة تساعد المجتمع أن يكون مترابطون وأيضا تقل فيه السلوكيات الخاطئة مثل السرقة والجرائم وأيضا تعود الزكاة على المسلم أيضا لصاحب المال بماذا تزكية ماله وتطهيره وتطهير نفسه من البخل ومن الشح وهذه صفة دميمة الآن أريد أن أخرج كتابي المدرسي صفحة عشرة الدرس الثاني الزكاة في الإسلام سوف نحل سويا تدريبات الكتاب المدرسي نشاط رقم واحد صل بين الصورة والإجابة الصحيحة الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وترتيبها في الأركان ما هي ترتيبها كما عرفت وكما حفظت الرقم الأول أم الركن الثالث أختار الإجابة الصحيحة الزكاة هي أي ركن ممتاز الركن الثالث أصل بقلمي بين الصورة وبين الإجابة الصحيحة أنتقلوا إلى النشاط الآخر نشاط الرقم اثنان أرسموا دائرة حول الصورة التي تدل على زكاة المال أي من الصور الأربعة تدل على زكاة المال هل هي الصورة الأولى هل هي الصورة الثانية هل هي الصورة الثالثة أم هي الصورة الرابعة أختار الصورة الصحيحة التي تدل على زكاة المال ممتاز الصورة الأخيرة هنا هذه هي زكاة المال نشاط رقم ثلاثة انتهيت من نشاط رقم اثنان الآن أنتقل إلى نشاط رقم ثلاثة صل بين علامة صح وحكم الزكاة في الإسلام هل حكم الزكاة سنة أم واجب ما حكم الزكاة أحسنتم حكم الزكاة واجب لأنها هي الرقم الثالث من أركان الإسلام وتجب على المسلم الذي بلغ ماله النصاب وبلغت شروط الزكاة كما تعرفت عليها في درسي الزكاة حكمها واجب حكمها ماذا واجب أصل بالقلم بين علامة أو إشارة صح وبين الحكم الشرعي انتهيت أنتقل للنشاط الآخر نشاط رقم أربعة صل بين علامة صح أيضا والإجابة الصحيحة زكاة النقد هي إخراج ماذا؟ زكاة النقد مقصود بها زكاة المال كما تعرفت عليها يقصد بها ماذا؟ هل هي الصورة الأولى؟ أم الصورة الثانية؟ أم الصورة الثالثة؟ أختار زكاة النقد ممتاز الصورة الثالثة وهي إخراج المال زكاة المال هو إخراج المال يقصد بزكاة النقد هو زكاة الأموال انتهيت من نشاط أربعة أنتقل للنشاط رقم خمسة أي من الخيارات التالية تجب فيها الزكاة؟ تعرفت سابقا أن الزكاة تجب في الأموال التي قابلة للنمو قابلة أنها تنمو وتكثر ما هي الصور التي قابلة للنمو والزيادة وتجب بها الزكاة؟ أحسنتم الصورة الأولى وهي المال المال يستطيع الإنسان أن يدخر وأن يجمع وينمو المال أحسنتم الذهب أحسنتم يستطيع الإنسان أن يشتري الذهب ويشتري عن حاجته الأساسية الألعاب هل تجب بها الزكاة؟ أحسنتم لا فقط أضع دائرة على الصورتين الصحيحتين وهي المال وزكاة الذهب وضعنا دائرة على زكاة الأوراق النقدية وزكاة الذهب أنتقل للنشاط الآخر نشاط رقم ستة ألون المستطيل الذي يحتوي على فائدة من فوائد الزكاة كما تعرفت في درسي اليوم ما هي فائدة الزكاة للفرد المسلم؟ ماذا تفيد الزكاة؟ إذا أعطى المسلم أخاه الفقير ماله ما هي الفائدة التي تعود إليه؟ أحسنتم تزكية المال يصبح المال ماذا؟ ينمو ويكثر ويتبارك ماله ممتاز تطهير النفوس تطهير النفوس معناها ماذا؟ هو حث النفس على البذل وعلى العطاء وذم صفة البخل والشح الرياء والسمعة أحسنتم لا أختار هذه البطاقة فقط ألون الإجابات الصحيحة تزكية للمال تطهير للنفوس هذه هي فائدة الزكاة ألونها بألوان التي أمامي انتهيت من نشاط رقم ستة أنتقل إلى النشاط رقم سبعة لون الدائرة التي تمثل بعض أهل الزكاة المستحقين لدي ثلاث من مستحقية الزكاة كما تعرفت عليها سابقا الفقراء هل هي من المستحقين؟ ممتاز الأغنياء هل هي من المستحقين؟ أحسنتم لا المساكين؟ ممتاز المساكين هم من أهل الزكاة المستحقين كما ذكرت في الآية هذا هو نشاط رقم سبعة وهو آخر نشاط في درس اليوم شكرا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم لدرس اليوم الزكاة في الإسلام أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر